السلام على من تبع السلام السلام على خير خلق الله محمد من صلى الله عليه وسلم النهاردة طبعا هنبدأ موضوع حلقتنا عن إكسسوارات إزاي اختار الإكسسوار المناسب لكل حفلة ولكل مناسبة طبعا لو بتقولش في موضوع حلقت زي العادة خلينا راحب بزمالتي الجميل أستاذ هي تشاهد سبعك يا أستاذ 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 أين أرحب المشاهدين الأول صباح الخير صباح الوردة على سادة المشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من برناميكم الفضل أسراء الحياة زي ما أستاذ أية قالت هنتكلم النهاردة عن الإكسسوارات ولكن مش الإكسسوارات المعتادة احنا النهاردة هنتكلم عن الإكسسوارات الهندمية ومعنى ذلك إن الإكسسوارات دي بيبقى فيها فن وإبداع وزوق مش أي حد يقدر إن هو يعمل الإكسسوارات الهندمية لأ لازم يكون فيه زوق إزاي يختار الحجر إزاي يحطه جنبيه إزاي أختار الألوان طبعا أنا مش هقتر في الموضوع دوت وهسيب طبعا الكلام لصاحبة الزوق الرفيع أستاذ إيمان حلمي أهلاً وسهلاً من حضرتك يا فن أهلاً وحضرتك نورت أسرار الحقيقة رب أنا نخليك قبل أن نبدأ أي حاجة عزيزي حاجة تتعرف لفتك السادة المشاهدين وتتعرف الشهر لحضرتك أنا عيباً حلمي الأكسسوريس ديزاينور بتاعت صفحة جانا أكسسوريس كل شغلنا هندمية وأحجار وحاجات متل من ضمنها لشغل المعروض دلوقتي تمام هيكل لها حاجات بس أحجار وشغل خرص تمام أستاذ إيمان طبعاً مش بدأتي مش على طول كده أنت لا أنا عايز أبدأ في المكان ده أكيد جاتلك الفكرة زي أن تشتغل في المجال ده والله أنا الفكرة في الأول جاتلي خالص مش أنها هشتغل فيه خالص نهائي تمام أنا أخدت الكورس أخدت كورس تعلمت إزاي أن أنا هقفل الشغل ده وإزاي هنصق الألوان مع بعضها إزاي هاختر الحجر اللي أنا هشتغل بيه وإيه هينسب إيه وإيه جنب إيه أتعلمت كل الكلام دوت بس كنت في البداية متعلمت أن أنا هعمله النفسي يعني أنا بحب ألبس الحاجات دي فكنت عايزة يعني متعلميها عشان أعملها النفسي بعد كده الموضوع يعني الناس الحواليه طبعاً شجعوني أن أنا أجيب الحاجات وأشتغلها وأعمل بيها صفحة ونبدأ بيها أولاين وكده بس أمامي كلامك منت لبتعامل الحاجة دي مش بتعديها يعني مش بتجيبيها جاهزة لا 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 خلص بتعمليها أو طب شغلة زي كده ياخد وقت قد إيه أو يتعمل قد إيه في حاجات بتاخد مننا طبعاً وقت بير يعني حاجة زي دا حاجة زي دا كده بتاخد مني وقت طويل شوية إني الأول بعد أمسك واحدة واحدة بدخل فيها المصنوع بتحوى لفه بعد كده بعد ضمه بعد كده فالكلام ده كله بياخد مننا وقت كبير بس لكن الحاجات العادية خالص مش بتاخد مننا وقت كبير خالص حاجة زي كده مثلاً مش بتاخد وقت خالص ده شغل عادي خالص ما فيهوش اي مجهود غير اللي هو بيبقى ده بس الحاجات المتال دي برضو مش بتاخد وقت بس اكيد يطلق من الموضوع يعني مستهلي يعني حضريك عشان تختاري الالوان وتلاقي الازواء ما هي مستهلي الموضوع لا لا الموضوع اي حد يقولك ده هتحطي كده كده خلاص وتحطي ورا بعد ورا بعد لا 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 مستهلي الموضوع مستهلي خالص لان انتي بتنسقي الوان بتنسقي حجر جنب حجر مش اي حاجة بتمشي مع اي حاجة لازم تبقى فيه اختيار انتي مختارة كل حاجة بدقة شديدة عشان في النهاية تلاقي منتج كويس والموضوع عايز طبري جدا 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 مش عايز ان احنا مش اي حاجة يعني استاذ ايمان اي حد يقدر يامل حاجات زي كده ولا مش كله لازم يكون عنده خبرة والله انا من رأيي ان هي مش هي طبعا خبرة وامكانيات بس يعني لازم يبقى فيه تعليم صح ان انا اقفل شغلي صح يعني حضرتك اخدت كرسيات ولا مجرد هواية لا لا انا اخدت كرسي فيها مش هواية بس لكن انا بحب البسها او لكن انا عشان اتعلم صح اخدت كرسي فيها ازاي اقفلها وازاي اشتغلها صح وازاي نصك ده مع ده طبعا حاجة صعبة تنسيق الالوان اه اهم حاجة تنسيق الالوان وازاي نصيق الحجر الصغير مع الحجر الكبير الحاجات دي كلها بتيجي في اكياس يا سيد ايا وحاجات صغيرة 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 هي بقى بتفضل اه تفرد في الحاجة اه احنا بقى نعرض ان هي في حاجات بتيجي في اكياس وفي حاجات بتيجي افرع على بعضها وانتي بتنستقي ده مع ده وبتبدأي تفكيه وتشتغلي بقى عليه اه ممكن بعد ما تشتغلي خالص وتخلصي شغلك تلاقي ديزاين لا مش هو ده اللي انا كنت عايزة عامله هفكه هعمله تاني بشكل مختلف بتصميم جديد خالص ممكن ابقى انا رسمة نفسي حاجة هعملها وتطلع احسن من اللي انا كنت عاملها النفسي تمام كله بيعتمد على ترتيبك انت للحاجات او الماتيريالز قدامك ايه انتي بتديتي شغلي النفسك الاول وللحة ولايا يعني هي اكتر حد كبتشجعني مامتي ربنا ايديها مامتي ربنا ايديها صح يا رب اه طبعا هي اول حد كنت عملت لها كنت عملت لها العقد عقد وعجبها جدا وهي بقى بتشجعني اه طبعا اه هي والمدربة كمان بتاعتي في الكورس قالتلي لا لازم تكملي يعني لازم ما ينفعش ان احنا هتشتغل الشغل ده لنفسك يعني لازم تطلعيه بره ما ينفعش ان احنا الحاجات حلوة والشغل كمان حلو تأثيره حلو ومختلف وكل حاجة يعني في حاجات جيبية في حاجات جيبية عليها المية بصي عمتا احنا المية مع الاكسسورات لازم الحاجات بتتأثر لازم نحافظ عليها ودلوقتي احنا كمان عندنا اضافة للمية الكحول ما ينفعش ان انا قسيب الحاجات دي للكحول اي حاجة في الدنيا بتتغير الدهب نفسه بيتأثر بالحاجات دي انا اهم حاجة احفظ عليها مش هجرها لها اي حاجة خالص اهتم ان انا مثلا هقلع الحاجات دي هشلها في مكان معين اه مش هسيبها كده اهم حاجة الكمال حاجات زي الاحجار بتتأثر جدا جدا بالهوى والمية والشمس الحجر نفسه حاجة مكونة من الطبيعة يعني ما ينففعش Therapy بس معنا أستاذ السهم الو 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 اي ساذ을 السهم ايوه اهلا 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 بحضرتك اهلا بحضرتك انا مستحن بك يا أستاذ علي ستك فقط لو سوحت ايوه اهلا بحضرتك عايزين بس ان نعرف حضرتك ايه يعني رأيك في شغل الأستاذ إيمال بجره فيها بجدو هو الحاجة حيلة جدا يعني بجدو شعر فاي ليه بس و الشغلة بيبقى حيلة جدا وابطر حاجة فيها يعني الحاجة بتباني ان هي معمولة بحب يعني هي مش يعني الموضوع مش مجلد ان هي اغدى شغله وخلاص لا هي الحاجة اي بيست مثلا باخدها بتبقى لا فعلا بان هي معمولة بحب جدا تمام جميل يعني جربت الحاجة دي استاذ اه هو صوت وطي قوي بقول لحاجة جربت الحاجة دي؟ اه طبعا طيب معاك يا استاذ ايمان هو جهلة بقى كلمة شكرا اه عايزة اشكرها جدا عشان هي ديما بتعملي الحاجة اكتر يعني احسن من ما انا عايزة هم اليوم مرة حاببتي ربنا اخلي دي المرة كنت طلبة منها حاجة وكان ديزاين معاين هي وصلت تتكلم معايا واتتسها من عايزة ايبزت وعملته لي احسن من انا عايزة كمان ربنا يخليك افن ربنا يخليك حاببتي شرحتين يا شرحتين يا فن شكرا شكرا اه استاذ ايمان طبعا في كل منسبة بيبقى لها الاكسسورات معينة مش معقولة هالبت اكسسورات مش هتليق الصبح او الظهر او على اي ملابس يعني لك خطوبة ايه اللي ملاسب ليها هو الحاجات دي بتبقى اه يعني كل حاجة بيبقى لها الدزاين بتاعها اللي بيتصمم عليها طبعا الحاجات الخطوبة وكده بيبقى بيليق معاها حاجات قوي اللي هي فيها لمعة كتير فيها الحاجات ديات بس فلكن الصبح طبعا لازم تبقى الحاجة هدية وبعدين في الاول في الاخر على حسب اللبس اللي انا ربسيه انه انا مش هينفعل بس مثلا حاجة مش باينة على لبس يعني الحاجة لازم تبقى باينة مع اللبس واللون وتناسق مع لبس اللي انا لبساك يعني شغلة حضرتك في كل المحافظات ولا محافظة معي اه احنا بنغطي كل المحافظات طبعا احنا اصلا كده الصفحة اونلاين فيه شحن لكل المحافظات بنغطي جميع المحافظات الحمد لله طب حد بيساعدك بقى الشحن بقى ولا حد بيساعدني في الشغلة اه طبعا اختي بتساعدني فيه اه في الشغلة الحاجات دي اه بتشتغل معي فيها اه بس يعني هي احنا عزين نروح الشحن بيوسا الشحن جوه القاهرة جوه القاهرة والجيزة والاكتوبر كده بيبقى خلال 24 ساعة من انا باخد الوردر بودي شركة الشحن اه لا يا اما بنفسها اما المندوق بيجي اخته او المحافظات بيخلال 48 ساعة من الشحن فيه ناس بقى طلبوا منك محافظات برا اسكندرية اه فيه اسكندرية وفيه المنصورة اه فيه الده اهلية اه الناس دي كلها بتوصلها للشحن بعد 48 ساعة من الشحن فيه ناس اصلا بيحبوا الشغل الهندي ميد قوي يعني بيعتبروه اه اه حاجات الندرة اللي الناس بتحب يعني تلبسها ايه سيدة عمرياتي المالش الو الو بس. عمر الو الو أي يا فندم ايو انا ازاي حضرتك يا فندم oggفتينه الو يا فن extraordin ازاي حضرتك ايو ازاي مش عمله ايه الحمدالله امه اهلنا بيجي فصلها للحياة يا فندم اهللا بيجي اهلا بيتك. اهلا بيتك. اهلا بس نعرف رجلت نظر في شغل الاستاذ ايمان. اه جميل جدا ومنتجات جميلة. طب سؤال بس هل تتقصرش بالمية? ايو? حضرك اكيد استخدمتها فهم تتقصرش معاك في المية? لا جميلة وحاجات زي ما شفتها بالزبط. تمام تميل. بس يا رايك بقى في الألوان والزوء بتاع وصد أمان لا جميل أنا شفت المنتج الأول وبعدهم خطه متنفس دائما هو تمام هو هو نفس الشكل اللي باع السوشيال ميديا آه هو هو اللي على الصورة آه أخذت طيب الحمد لله وصد أمان مع حضرتك اهيه أهلا بحضرتك يا فاند بن ورساني والله أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا فاند بن ورساني والله تمام الحمد لله على الشغل ده والله تسلم يديك تسلمي يا حبيتي تسلمي تتغني بيه وإن شاء الله الله خليكي متفكرة قوي شرف يا شرف الله يخليكي حبيتي الله يخليكي أسد أمان نفجع تاني الموضوع الهندين والإكسس وراتك أنا يعني حاجة زي دي تقبى صعبة أني تتركيبي لون على لون التصميمات أي إنتي بالنسبارك إزاي تعلمتيها أو إيه اللي حبيبك فيها أني تتعلميها أنا بحب ألبس الكلام ده يعني أنا بحب ألبس الإكسس وراتك التديتي من صغري كان هم يقولك آه أنت ممتازة تعلميني الحالي لأ أنا بلبسها بس لكن أنا لما تعلمتها بدأت الحوالية يقولولي أني الشغل حلو لأ يعرضي لأ ماينفعش أن أنت هتعمليه نفسك بس اللي شافوا عليكي بس أنه ماينفعش تكتفي أن أنت تسبيك كده لنفسك بس لأ يعرضي وأكيد قراء الناس بقى الحوالية طبعا يعني اللي اشتروا مني شجعني على ده أكيد بس هو وإخواتي طبعا هم كمان كان رأيهم يعني كان ليهم حفظ في أن أنا وجوزي وبابايا كل الناس اللي حوالي يعني حاركيش بجيبي حاجة من برا لا كل حاجة بتعمليها بقى ديكي آه لا لا خالص إحنا بنجيب الحاجات دي خمات كل حاجات كل حاجة لوحدها كل حاجة كل حاجة بحيط بس من الشغل بتاع الجميل جدا يعني يعني ده 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 مثلا ده عقيق آآ الأزرق ده ده حاجة اسمها الربر نازل جديد آآ ده بيجي فرع لوحده خالص مع بعضه بيبقى ملضم في خط لوحده انتي بقى دخلي ده أنا بدخل معي ده حاجة اسمها هيماطايد دخلتنا معاها أنا العقيق مع ده مع ده مع بعض مع دليات في الفواصل دي في الجناب مرضو الدليات دي بتتجاب لوحدها ده 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 دي حاجات آآ دي حاجات بتيجي بالقطع الواحدة آآ مش مش بتيجي كده بتيجي بالقطع الواحدة وانا نسقت ده كله مع بعضه وطلع في النهية اللي انتي شايفين ديزاين ده آآ ديزاين ده لأ شيك قوي وعلى فكرة ينفع في اي وقت تلبس آآ ده بينفع في اي وقت لأ ما بيش يعني مالوش مالوش وقت معاين نس تلبسي آآ آآ خالص آآ جميل جدا اللي بيت اسم ايديك آآ حاجة زي كده مثلا ده عقيق مع فصوص كريستال اللي بتتغيرش الفصوص دي لأ ما بتتغيرش لانه هي بتبقى واخدى طبقة واخدى طبقة عزل آآ مش بتتأثر ولا بتتغير بس اهم حاجة ان احنا دلوقتي مشكلتنا كلها الكحول بس الكحول ده قصم بيغير اي حاجة بس في احنا نبعد الكلام ده عنه خلاص يعني هي وان انا حفز بقى عليها اقلعها احطها في مكان مخصص ليها العيق بالذات ما بيحبش تعرض للشمس وهوى والكلام دوت عشان بيتأثر جدا انا كل فترة كده حكتي نفسها امسكها انظفها واشيلها الاستعمال ده نتوقف على الاستعمال مدام استعمالك ندف للشيء اللي بتستخدميه خلاص في الدنيا بتبقى سهلة كمان الاسعار بقى بتختلف من شكل الاخر على حسب مثلا الخمات او كده على حسب حجم الحاجة ولا هم تفرقش الحاجة لا مش بتفرق الحجم برضو قد ما بيفرق الحجر نفسه هو نوع ايه تماما يعني السعر كل حاجة بيختلف عن بعضه اكيد طبعا يعني العقيق غير الفاروز غير المرمر غير كده بس طب انا برضو مش فهمة يعني الشغل زي ده ياخد وقت قديم الكله مثلا الكله اللي هو ده مثلا ياخد قديم الحجم هو صعب جدا ده دخلني تقريبا انا طبعا عشان خاطر عندي طبعا اطفال اه فمش طول الوقت ان انا ببقى شغالة يعني انا مسلا ممكن اشتغل شوية في ده واركنه واللي حد ما خلص المجموعة اللي انا عايزة اشتغلها خالص وابدأ اشتغله بقى في النهاية يعني ده ده انا بقعد اشتغله كل واحدة 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 يعني بالوحدة هو متعب لاني اه هو متعب جدا انتي هنا العقد ده عبارة عن مرمر سادة مع مرمر ملون احمر فبيض مع احمر فزرق مع لولي صغير مع لولي كبير فده كله بتشتغليه قطع قطع بتدخلي فيها المصمار وتلفيه بعد كده تركيني هو مبروم اصلا ايوه ما هو ده بعد ما بتلف المصمار عليه وتلضميه هو بيديك الشكل ده في النهاية بيحتاج تركيز كتير جدا ده او بيحتاج تركيز وبيحتاج كل حاجة صعب صعب او لأ ده وبيتعب صعب او لأ ده وبيتعب صعب وبيتعب صعب وبعدين اللفة نفسها انتي ازاي بتقدري تجيبي اللفة عشان تبقى كل الدوران كله زي بعضه يعني انا مش بحطه خلاص بريو يعني مش بلضمها وخلاص لأ لها ترتيب عشان يطلع في النهاية الدوران بتاع كل لون هو ملفوف الزي او كمان بسنت ايمان توشي يعني بقيت فترة ديها اكيد في الموضع ده لا خالص بقالي حوالي اربع شهور تقريبا معقولة او اربع شهور على كمية الكلام والرسائل الجاملة اللي كانت على البيتش او اربع شهور بالزبط يعني انا انا بدأت الكرس بتاعي في شهر عشرة اه وبعدها اشتغلت على طول بقى لاني طبعا ايه اربع شهور او واحنا في وحضرتك بقى بسكة السوشيال ميدارون بعد سنة ما يحصل ايه بقى دعوتك معنا بقى ان شاء الله يا حبيب اه انا بعد يعني بعد ما اخدت الكرس على طول احنا في الكرس اشتغلنا حاجات وطبعا كانت عاجبة كل اللي معايا في البداية في الكرس بتاعي بس بس انت اشتغلت على نفسك خالص وكنت اخر واحدة في السيشن بتخلص الحاجات بتاعيتها ايه اه اخر واحدة اخر واحدة بتخلص اخر واحدة بخلص للشغل اللي في ايدي ما كنش بشتغل بسرعة خالص ايه 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 اه 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 ايها اكتشرفتين يا فندي في البرنامج اسراء الحياة اه ارو اياما حضرتك اغلقين بس نرى فجلت نظر حضرتك فى شغل استاذ ايمان والجمال اللي بتعمله استاذ ايمان ته نعم فجلت نظر حضرتك فى شغل استاذ ايمان ايه طبعا الحجاب تتناشرد جدا وقايمة جدا انا شفت اتنخلها طبعا عجبني جدا وقربت منها حاجات تامنهاني يعني قربت الحاجات اكيد اه انا عرفت طبعا جات لي الصفقة بتاعتها وعجبتني جدا وطالبوا منها حاجات تامنهاني وهي حاجات جاتني دي من عندها ستناجة جميلة جدا لا هي حاجات زوالة ميت صراحة طيب استاذ امام مع حضرتك ايوة ازاي كمنا بايمان ازاي كيو ازاي باعمل ايه الحمد لله الحمد لله يعني كد حبرتك الشغلة جميل جدا وإستمرى و ربنا يخليكي حاجة تتسلم شرفتيني اشتريك اشتريك اه ازاي لها عداني الموضوع امامين طبعا في كل مجال فيه سلبيات وفي ايجابيات اكيد طبعا عايز أعرف إيه في حاجة كده سلبيات حصلت لك في مشروعك أو إيه المشكلة نعمل إيجابيات الأول يعني نعمل السلبيات عشان كمعا ده كل ده إيجابيات التليفونات إيجابيات والشغلها إيجابيات لا والله هي الفكرة بس هو الموضوع عايز صبر وعايز صبر كتير قوي وعايز وقت بقى طبعاً لأني وتركيز لأن الموضوع بفعلاً في النهاية بمجهد يعني مجهد جداً بس لكن كون أن أنت في الآخر بتلاقي الحاجة لعجبتك وفي الآخر بتلاقي حاجة لعجبت الناس بتهون أي تعب خالص يعني أكيد الكلمة الحاجة بترأيك أنا ببقى مبسوطة جداً جداً لما بلاقي حد بيتكلمني ويقولي الحاجة مساء حلوة الحاجة جميلة لأ أنا وكنش متقيلة تطلع حلوة كده أكيد بس ما حصلكيش موقف أن أنت بقى تي أوردر ومن قيتيش العميل لحد الوقت بقى الحمد لله الحمد لله بتبقى صعبة وخصوصاً كمان اللي بيوصل الأوردر لما بيلاقي صاحب الأوردر بيكون بتدايق أو طبعاً أيوة ما هي فلوس بقى بتضيع ومشوار وتبقى خسارة لأني أنا اللي هتحمل ثمن الشحن دوت وأنا اللي هدفعه بس فالحمد لله حد وقت أخبر حاجة وبعد كده قال لي لأ مش عاوزها لأ لسه الحمد لله برضو ما حصلت موضوع لسه أربع شهور أه أهم حاجة عندك المصدقية أهم المصدقية أه طبعاً طبعاً يعني الماديات بتروحوا بتيجة أه طبعاً أهم حاجة لازم يبقى ولازم تبقى الناس راضية عن الحاجة بس يعني يعني لو أهم حاجة الناس تبقى راضية عن الحاجة وده اللي يهمني يعني أستاذ إيمان الحاجة اللي بتعلي بيجة هي هي اللي بتوصل لنا؟ بالزبط يعني أخطر الحاجة دي توصل لها هي بالزبط ما تبقى زيادة ولا نقص ولا نقص بنفس اللوم بنفس الشكل بنفس الترتيب بنفس كل حاجة بس ما ترتيش برضي يعني أنت بتقولي أربع شهور معناها ما ترتيش لا بس يعني مشي التعب اللي هو إيه ولهي الصعوبات ومشاكل هي الصعوبات مثلا أنت بتنزيل تختاري المتالية اللي زي اللي هتشتالي بيها ما تتقاش في دلائك فيها أفكار لسا يعني أنت بتعجبت مثلا أنا بيعجبي لون هتدخلي بقى مع إيه؟ هدخله مع إيه لسا الله أعلم هختار له دلية شكلها إيه؟ يعني ما تفرجيش على موديلات ما تفرجيش على حاجة؟ لا لا أنا بنزل أنا بنزل كده مع نفسي بدخل بعضة تفرج على الألوان عايزة ده وعايزة ده بس بعد إحنا دي صغيرين هرتبين بقى كبير أوه وبعدين أروح بقى البيت عودة رتب مع نفسي بقى أنا هدخل إيه مع إيه؟ وهرتبها إزاي؟ وهشتولو إزاي؟ لا صعبة بس؟ لا صعبة جدا طب أستاذ إماني زي بتتوفقني لي بيتك وشورك؟ والله بقى يعني إيه؟ هو التوفيق من عند ربنا الحمد لله طبعا وجود حد معي طبعا أنه هو متعاون وبيساعدني دوت بيبقى شيء كويس جدا جدا وبعدين معي يا أختي ربنا خلي هالي طبعا هي لما ببقى طبعا نازلة جيب حاجاته كده هي بتعط بولادي ربنا ينخلي وهي طبعا بتساعدني في الشغلة ده لإن إحنا مع بعض على طول بس طبعا ما نتساش برضو زوب حضرتك أكيد شجعك آه آه طبعا هو كمان بيشجعني كتير والله يقولي لا الحاجات حلوة لا اشتغلي لا أكملي آه طبعا أكيد طبعا طب اتواصل في السريع كده آآ ايه اتواصل مع حضرتك كده إحنا عن طريق فيه على البيت يا أم عن طريق المسينجر يا أم عن طريق الواتساب على الصفحة بس كل حاجة موجودة على الشاشة موجودة على الشاشة تمام أستعمل إحنا نشكر حضرتك ونورطينا ربنا يخليك ده شرف لي أنا عايبينك عايات عشان نتكلم مع حضرتك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك نصيحة بها اللي عاملت في السريع كده آآ نصيحة إني أحفظ على الحاجة اللي أنا بشتريها آآ أهتم بيها كل فترة واعتني بيها عشان تفضل معي آآ مش إن أنا هلبسها وارميها كده أول ما ملبسها لا طبعا دايماً أخلي الإكسسوار وأنا بلبسه آخر حاجة في الدنيا بحطها عليه وأنا خارجة عشان خاطر بقى استخدمت بير فيم استخدمت أي حاجة ما تأثرش عليها آآ بس آآ بس آآ يا زي الناصحة اللي أنا أقدر أقدمها عليك آآ بني شكري ربنا يخليك الشرف لي آآ بصراحة يعني باتمنالك مزيد من اللجاح والتفاوض ربنا يكريمك يا رب ربنا يخليك متشكرا لكو جداً نهاية حلقتنا انتظرونا في حلقة جديدة من برناميكم أسرار حاجة هل ميزعي بمي Pink crushing دي stان العباس ربنا ميزعى